رغم أن العراق يأتي في المرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط في العالم إلا أنه منذ عام 2003 وحتى الآن تعصف به أزمات مالية طاحنة لدرجة أن صندوق النقد الدولي توقع عام 2019 استنفاذ العراق لأمواله في غضون خمس سنوات إذا لم يقدم على تنويع مصادره وموارده المالية بعيدا عن النفط ليقترب هذا الموعد عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من الثلث وعلى أثر ذلك انخفض الدخل القومي للعراق إلى النصف تقريبا ومع انقلاب المعادلة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا ومساعي دول الغرب فرض حضرا على النفط الروسي فقد التهم الفساد وعدم الاستقرار السياسي والأمني أي أحلام تؤهل العراق استغلال وارداته الضخمة من بيع نفطه معلان وزارة النفط في أذار الماضي تزير أكثر من مئة مليون برميل من النفط خلال الشهر المذكور بإيرادات تجاوزت عشر فاصل خمسة مليار دولار وهي إيرادات مالية تعد الأعلى للعراق منذ سنوات خبراء الاقتصاد رأوا أن أحد أهم مشكلات العراق المالية تكمن في السنزة في كافة موارده المالية بدفع مرتبات الموظفين إلا أن وجدت الحكومة نفسها غير قادرة على سداد الرواتب أواخر عام 2020 ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في هذا الوقت سارعت وزارة المالية الحالية وفي تشرين الأول عام 2020 بنشر ما سمته الكتاب الأبيض حول ما سمته بالإصلاحات الاقتصادية وحاجة العراق لإيجاد موارد مالية جديدة إلا أن ذلك تلاشى بسبب رفض الأحزاب الحاكمة لإجراءات قد تحول من الوصول لمصادر تمويلها معهد دول الخليج العربية في واشنطن أكد أن زيادة العائدات لا يغير قواعد اللعبة السياسية ولن يتيح تنفيذ الإصلاحات فيما قال معهد شاتام هاوس إن المشكلة في العراق تعود إلى أزماته الداخلية جراء استشراء الفساد والتناحر بين الأحزاب والميليشيات التي تسعى لضمان حصتها من الموازنة